اشتركوا في القناة 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 الغرفة تبرد بس بردت بحرارة الغرفة بنحطها بالبرات ترتاح اقل شي عشر ساعات انا هون حضرتها من المساء. قبل ما نعمو الصبح كمل التحضيره وشاوية. حابة ضروري ترتاح الهريسة على الاقل عشر ساعات ازا شوينها قبل من هيك بتطلع الهريسة معظمة وابدا مو طيبة وتطلع اسي فلازم وضروري انه نحن نخليها ترتاح على الاقل عشر ساعات اطناع الساعة فمتل ما حكيت انا حضرت من المساء تاني يوم الصبح شوفو متل المو شايفين هيك صار شكلها. كملت تحضيره وشاوية. هلا حبايبي هون بعد ما ارتاحت الهريسة اول بس بوسة اتناعج ساعة انا طالعتها من البرات لتصير بدرجة حرات الغرفة. هلا عم باجانا شوي شوي بادي متل مو شايفين وهي الحركة كتير مهمة لما اتعظم عندي البسبوسة وتصير قاسية بعد ما نشويها. حبايبي بس عم بخلطن شوي بادي ما بالغ كتير بالخلط تقريبا شي دايتين. شايفين كيف قوامة. وشايفين كيف السميدة متصت واخدت كل السوائل اللي نحنا ضفناها. شايفين حبابي كيف طريقة العجن. انا عم باخد الهريسة من تحت لفوق. من تحت لفوق ليمتزجوا كلهم مع بعض. شايفين الطريق حبابي متل ما قدت لكم ما بالغ كتير تقريبا من دايتين لثلاث دقايق. وهيك صارت عنا جاهزة. شايفين قوامة. وهيك حبابي صار خليط البسبوسة جاهز. لحتى نمضى بالصينية وندخلها على الفرن ونشويها. وهلأ حبابي منجيب الصينية لننخبص فيها البسبوسة. مندهنها بمعلقة طحينة او الراشي. هي نفسها طحينة او الراشي. وبضيف عليها كمان حبابي معلقة كبيرة قطر. بدهنهم كلهم مع بعض بسفل الصينية والاطراف والحواف. مشان ما تعلق معي وتلزق معي البسبوسة وتطلع معي بكل سهولة. هلأ حبابي منجيب خليط البسبوسة اللي حضرنا نحنا مع بعض. ومنوزعه في ارض الصينية. بوزعه بكل الاطراف وبعدين بمده شوي شوي. هلأ حبابي بعد ما وزعت خليطي الهريسة بالصينية بكل اجزاء الصينية. انا عبده بايدي وبضغط عليها بايدي ليصير سطح الهريسة حلو متساوي وبنفس السماكة من كل الاطراف. وانا هون استعنت بنايلون غزائي خاص بالمطبخ. حطيته على سطح الهريسة. وبعدين عبقام اضغط عليها بايدي من فوق النايلون. طبعا مشان ما تلزق معي الهريسة وصير عندي سهولة في المد. حبابي انا استعنت بادا عندي من المطبخ وهي اسم المتحاف اللي انتو شايفين قدامكن هاي بنستعملها لتقطيع الحلويات والكنافة. طبعا انا استعملتها لملس فيها سطح الهريسة ليطلع معي شكله حلو متساوي من كل الجهات. ازا ما بتوفر عندك هاي الادات ممكن نستعمل اي معلقة او سباتيولا او ازا ما بتوفر عندك خلاص نحنا بنضغط عليها بايدنا وبتطلع عنا بشكله حلو ومرتب وجود بالموجود. شايفين شكل حبابي كيف صارت ملسة ومرتبة من كل الاطراف. وهلأ منشيل النايلون الغزائي ومنضيف على سطح الهريسة مع كبار اطر او شيرة. ندهم فيها وجه الهريسة كلها. طبعا حبابي منضيف هون معلقتين للقطر للهريسة ليطلع وجهة حلو ومحمر متل هريسة المحلات. شايفين حبابي انا هون عبوزع القطر او الشيرة على كل سطح الهريسة. وهلأ منقطع الهريسة على حسب الرغبة بالطريقة اللي انتو بتحبوها. انا هون عبقطعها بالطريقة التقليدية عم قطعها بالطول متل ما شايفين. طبعا انا ما بقطع الهريسة كتير مربعة كبيرة انا بحبها مربعات تكون صغيرة شوي. حبي متوسطة. شايفين بقطعها بالطول من كل الاطراف. وبرجع بقطع كمان بالاتجاه الثاني. بالاتجاه المعاكس. وطبعا حبابي انتو بتقطعوها بالطريقة اللي انتو بتحبوها. شايفين هلأ برجع بقطعها بالاتجاه الثاني. طبعا للتقطيع هون ضروري حبابي. شايفين هلأ انا مقطعها بالاتجاه الثاني بالاتجاه المعاكس. وحبابي اشكالها مربعات. شايفين حبابي سهلة التقطيع. ما بتاخد معنا وقت. اقل من دقيقة منكون مقطعين صينة البسبوسة. طبعا متل ما حكيت التقطيع على حسب الرغبة. وهيك صارت عنا جازة. شايفين شكلها. وهلأ حبابي انا عبزين وجه الهريسة بالفستو الحلبي. ممكن نستعمل اي نوع تاني مكسرات متوفر عنا. ممكن جوز لوز سنوبر. واذا ما متوفر عنا المكسرات ممكن نستغني عنها وجود بالموجود وبتطلع معنا كتير طيبة. شايفين حبابي الطريقة اللي عبزين فيها وجه الهريسة. انا عبضيف حبة فستو حلبي. بقلب كل قطعة التهريسة انا قطعتها. وحبابي منضغط على المكسرات باسمعنا لما تطلع معي المكسرات وقت التقديم ووقت الاكل. وهي مهمة لازم ننتبه عليها. وحبابي ممكن تضيفوا اكتر من نوع مكسرات بالتزين. يعني ممكن تضيفوا جوز لوز مع بعض او فستو حلبي. طبعا حبابي انتو بتتفنن وبتزين وبترسم اللوحة لانتو بتحبوها. شايفين شكل حبابي شايفين منظرة بتشهي قبل ما تنشوها. وهلا بدخل على فرن محمى مسبقا قبل تقريبا ربع ساعة على درجة حرارة 180 من تحت بتحطها من تحت. ما بتاخد وقت كتير تقريبا عشرين دقيقة وبتصير جاهزة. وهيك بعد ما استويت من تحت شايفين شكل حبابي. وهلا برجع مرة تانية بنفس مكان التقطيع القديم وبرجع بدخلها على الفرن. من فوق لا تتحمل وتاخد لون الدهبي متل ما شايفين قدامكم شايفين شكلها بتشاهيوا ريحتها ولا اطيب. خلق حبابي منكون مجاهزين للقطر او الشيرة اللي انتو شايفين قدامكم هي عبارة عن ثلاث كاسات سكر كاستين كبار ماي ورشة ملح الليمون او معلقة صغيرة عصير ليمون فرش. بنحطه على النار ليغلي بعد الغلينة بعشو الدقيق وبيكون صار عنا جاهز. بعد الغلية منطفي تحته. بعد عشر دقيق من الغليان منطفي تحته. وبعدين منضيف عليه معلقة كبيرة زبدة او زمنة طيبة. وممكن نضيف معلقة كبيرة مع زهر او مورد على حسب الرغبة. وهلأ حبابي منضيف القطر او الشيرة على الهريسة. طبعا حبابي معلومة مهمة لازم يكون القطر او الشيرة سخن والهريسة سخنة. وهي معلومة مهمة لتطلع معنا الهريسة طيبة ومؤاسية. وهلأ منضيف القطر حبابي لكل انحاء الصينية ومنتركها تبرد تماما. وبعدين منقطعها. شايفين منظرة حبابي وشايفين شكلها. والله هي كتير طيبة وطعمتها بتاخد العقل. طبعا حبابي اضافة القطر او الشيرة على حسب الرغبة. ازا بتحبوا الهريسة او البسبوسة فيها قطر كتير وحلو كتير منضيف قطر كتير. وازا حبابي بتحبوا الهريسة اقل سكر واقل حلاوة منضيف قطر او شيرة اخف. طبعا كله على حسب الرغبة. وهيك وصفتنا صارت جاهزة. بتمنى تجربوا الوصفة حبابي وتعطوني رأيكم فيها. لانو وصفة رائعة متل جاهزة واطيب كمان. ازا حبيتوا الوصفة حبابي بتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة اللي تكبر عليتنا الحلوي فيكن. وان شاء الله بشوفكم حبابي بوصفات جديده بأمان الله.